احنا عارفين انه في موجة من الاضطرابات الجوية خلاص هتضرب مصر اليومين اللي جاي يا ناسا بتجي كل ويكي اند يا جوان 8 ساعة مركزت في الموضوع ده وبيحصل بصرا على اي حال شليل تطمر على حالة التقص طبعا النهاردة هيكون التقص مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وايضا شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وهيكون دافئ على وسط وجنوب سينة لكن خلينا في تفاصيل اكتر عن حالة التقص في القاهرة والمحافظات من الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي الهيئة الارصاد الجوية صباح الخير على حضرتك يا دكتور وأهلا بك معينا في صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضرتك وأستاذ الجمالة وصباح الخير على كل استادة المشاهدة أهلا بحضرتك يا فندم يعني في البداية حابين نعرف من حضرتك هذه الاضطرابات الجوية اللي هتضرب قاهرة وهتضرب كمان جميع عن حق مصر خليمينا عنها يا فندم وطمنينا هو احنا بالفعل بداية من اليوم هنبدأ نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لأننا بنتأثر بامتداد منصفة جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع التاكيل ومنصفة الأرض وأيضا منصفة على صلح البحر المتوسط خلال فترة النهار الصقصة هيكون فيه وارتفاع كما في درجات الحرارة الصقصة على العظم على النهار الكبرى اليوم توصل ل23 درجة مقوية يعني الصقصة هيكون دافي جدا خلال فترة النهار ومع تقدم ساعات النهار وهيكون سرعة رياحة منصفة الرمال والأسبة سرعة رياحة بين 30 وال40 كيلو متر في الساعة جنوبية غربية فهتكون محملة بأرتفاع مع تقدم ساعات المتوسطة هيبدأ يتحرك باتجاه شرق البلد ويبدأ يأثر علينا بأمطار على القاهرة الكبرى وحفظات جنوب الوكه البحري لكن الأمطار اليوم على القاهرة الكبرى قد تكون أمطار خفيفة الكرسة ضعيفة لكن وجود أمطار فيها قد تكون راضية لكن خلال ساعات النهار الأمطار هتبدأ على السواحل الغربية للبلد هتكون أمطار متوسطة وتكون راضية كمان مع حبات البرد ومع دخول ساعات المتوسطة ضربات الحرارة ملخوصة دكتور المنار يعني عذراً للمقاطعة لكن أتمنى بس حضرك تقفي في مكان تكون الشبكة فيه أحسن عشان نسمع حضرتك كويس مع تقدم ساعات إن شاء الله الليل هيبدأ طبعاً الدرجات الحرارة سنحفق بشكل ملحوظ والطاقة سيكون شديد البرودة لكن ابتداء من غداً الخميس إن شاء الله سيكون تنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية بحوالي 6 درجات عام اليوم غداً متوقع الطاقة الأجواء الشتوية هتكون على كافة مناطق الجمهورية الطاقة سيكون مائل للبرودة خلال فترة النهار شديد البرودة خلال فترة الليل مع استمرار فرص تقوط الأمطار يمكن كمان الأمطار كمياتها هتزيد ويتبدأ تتقدم من المناطق الداخلية من الجلال وهتكون أمطار متوسطة أقول أمطار متفاوطة الشدة على سواحننا الشمالية محافظات الوجه البحري القاهرة الكبرى هتمتد كمان لبعض المناطق من شمال السعيد مدن القناة والسيناء الأمطار دي هتكون أيضاً أمطار رعضية مع استمرار نشاط رياح المسير للرمال والأتبا هي الحالة الجوية هتستمر معنا للجمعة كمان وإن شاء الله في دائماً من السبت هنبدأ نشعر بتحسن في الأحوال الجوية طيب يعني دكتورة منار غانب نشكر حضرك طبعاً على كل هذه التفاصيل والإضاحات